نخش بقى على النقطة التالتة اللي اسمها Connection Devices احنا خلاص اتكلمنا عن ال Communication Channels نخش على ال Connection Devices خلاص انا دلوقتي حبعت رسالة تمام لازم يبقى فيه device هو اللي يحول الرسالة دي للكمبيوتر او ياخدها من الكمبيوتر صح ولا غلط صح جدا طيب ال Connection Devices دي زي ايه؟ تعالوا نفهم الاول واحدة واحدة كده يا جماعة المفروض ان الاشارات بتاعتي بتبقى اشارات Analog تمام كده؟ بتبقى Analog Signals خلاص بتبقى بالشكل اللي انتو شايفين وده كده تمام اما الكمبيوتر بيفهم Digital Signals ليه 0111 0 الاخر معنى كده ان احنا حنحتاج جهاز يحول من Digital Analog او من Analog ل Digital الجهاز ده اسمه Modem Modem is short for Medulator تمام او Demodulator المedulation المedulation is the name of the process of converting from Digital to Analog خلاص كده تركزوا معي يا جماعة لو سمحتم المedulation اللي هو بيحول من Digital ل Analog من الكمبيوتر للجهاز نفسه العكس بقى Demodulation تمام؟ دي بتحول من Analog للDigital Analog اللي هو ايه؟ اللي هي الرسالة بتاعتي للDigital اللي حيفهمه الكمبيوتر تمام كده؟ الكلام ده بقى متمثل في ايه؟ في التليفون Modem او في DSL او في الكابل او في الويرلس الحاجات دي كلها حاجات احنا بنستخدمها بصفة يومية تقريبا تمام؟ المفروض ان التليفون مدم ده ده كان بيستخدم زمان علشان نوصل الانترنت وكان بطيء جدا الDSL دوت بيكون مدم وطبعا بيبقى High Speed Connection خلاص؟ وده طبعا بيكون جهاز بيوصل بالتليفون وبيطلع من الجهاز دوت كابل بيروح للكمبيوتر اللي هو اللي احنا بنستخدمه يا جماعة الكابل ده يقصد بي الايه؟ يقصد بي الكابل بتاع التليفزيون تمام؟ الكابل بتاع التليفزيون في بعض الشركات بتدخل نت عن طريق كابل التليفزيون خلاص؟ اما الويرلس مدم ده اللي بيبقى موجود في اي حتة لو انت قاعد مثلا في كافي او قاعد في مكان في واي فاي فبتستخدم الايه؟ التكنولوجي بتاعة الويرلس طيب ده بالنسبة لكونيكشن ديفايسيز طيب الكونيكشن ديفايسيز ديت يعني مثلا جهاز الدي اس ال او الدي اس ال مدم بياخد الخدمة بتاعته منين؟ بياخد الخدمة بتاعته من شركات شركات بتقدم خدمة الاتصال او كونيكشن سيروس دي بتكون large corporations have been leasing special high speed lines from telephone companies زي الاستي سي الاستي سي اكبر موزع في السعودية للانترنت طمام؟ رائع جدا الكلام ده طيب ايه الانواع بتاعتنا بقى؟ في عندنا الدي اس ال او الدي اس ال خلاص كده؟ المفروض الدي اس ال او الدي اس ال دولة على فكرة بيستخدموا بكثرة هم دولة الاكثر استخداما الكابل سيروس دولة او الكابل سيروس ده اللي هو عن طريق تلفزيون ده مستخدم اكثر في الدول الاوروبية والامريكية ساتلايت كونيكشن سيروسيز تمام؟ طبعا دي بتكون اه موجودة وبيكون لها اجهزة معينة وتستخدم اكثر في ال جي بي اس وعايز اقول لكم حاجة ان مزتها ان انت في اي حتة معاك انترنت ولكن عبها ان هي بطيئة شوية زغيرة سيلولر سيروسيز بتاعت الموبايل بقى 3G وال4G الى اخيره السيلولر سيروسيز اللي هي بتاعة الموبايل او بتاعة الموبايل خلاص؟ لو احنا روحنا كده للكتاب هنلاقي نفس الكلام بالزبط اللي احنا قلناه لما بنحاول من analog لل 디جital او من ال�جital للانالوج بنستخدم مودم والمودم دوت اختصارا لي modulation او DModulation وقلنا المدولات دوت بيحول من ايه لاي هاAP؟ المدولات بيحول من الانالوج للديجتال أما الدي ميديوليشن بيحاول من الديجيتال للإيه للانالوج كلام ده صح والغلط نصحه كده يا جماعة طبعا الكلام غلط العكس الميديوليشن ده بيحول لي من الديجيتال للانالوج تمام كده اهوت لو نفتكر كده البيزنتيشن كان بيحاول من الديجيتال للانالوج أما الدي ميديوليشن بيحاول من الانالوج للإيه للديجيتال نرجع تاني للكتاب في الجزء ده كده يبتدى يتكلم عن الحتة دي وبعد كده يبتدى يقسمهم لأربع أنواع زي التليفون مودم والADSL اختصار للديجيتال سبسكرايبر لاين تمام وبعد كده يبتدى يخش على النوع اللي بعد كده اللي هو ايه اللي هو الكابل مودم والوائلس مودم طبعا ده التليفون معروف بتاع زمان والDSL وده الكابل دي الفتحة بتاعته وهده الوائلس تمام بعد كده دخل في السيرفز تمام وبتدى يتكلم على الديجيتال سبسكرايبر لاين الDSL او ال EDSL اي سيمتريك ديجيتال سبسكرايبر لاين خلاص طبعا ديت فاستر ذن ديال أب وأسرع من الDSL خلاص الكابل سيرفز ديالة 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 ده أسرع الساتيليت بيقولك يعني بما معناه انها بالرغم من انها ابطأ شوية من الDSL والكابل سيرفز بس متوفرة في اي مكان لان انت مش هتاخد معاك جهاز الDSL ولا انت بتمشي بجهاز الDSL تمام دي طبعا عن طريق البورتابل ديفيس او السيلفون زي الايفون الايباد واتفر الحالة تمام كده شرحنا بالانالوج والديجيتال وفهمنا يعني ايه موديم موديوليشن ودي موديوليشن compare four types of modems قلنا التاليفون والDSL الى اخره what is a connection service فهمنا دي الخدمة بتاعة الكونيكشن تمام compare four affordable high speed connection services طبعا كانت DSL او ADSL وكانت معانا ال cable service وال satelite وال cellular services ده كده يا جماعة كان موضوع الدرس التالت سهلو الله صعب فالتقاط دي طبعا سهل جدا ملخصاتكم بقى واكتبوا الحاجات دي هتفيتكم جدا دي ذوقي